اشتركوا في القناة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الديزاين باترن جديدة اسمها وزي ما هو واضح من الاسم كده يعني حالة ازا بتاعنا مريض يعيني بحالات وحسب الحالة بتاعته بتاعه بيختلف مزاجانج يعني بتاعنا بمزاج المود بتاعه حسب المود بيحدد ايشتغل ازاي عندنا حالة يقابلها سلوك او تصرف تمام مثال حضرتك حضرتك لما بتصحب النوم بيبقى المود بتاعك ايه بتاعتك ايه بتبقى مقريف صح تبقى مقريف فالبهيفيور بتاعك بالتبعية بيكون ايه بتكون ما انت اشطيع حد ولا طاقة تسمع كلمة من حد صح بتقوم تاخد الشعور الجميل بتاعك تفطر للفطر الازيز تشرب كباية القهوة الجميلة تسترخي شوية المود بتاعك بيبقى ايه الرجل بقى الدماغه عالية فلما بتاعتك بقى الدماغك عالية البيهيفيور بتاعك بقيت ماشي كده مبسوط وتبتسم لكل الناس وعنيك بتنور قلوب وفرحان وحالتك حلوة جدا توصل للشغل على طول اوتوماتيك اول ما توصل للشغل الاستيت بتاعتك بقيت ايه متقدر متقدر وقرفانه مش طائق نفسك وهتقدم استقالتك النهار ده وخلاص صح وهتقتل الفريق قبل ما اتروح مزبوط هي دي كده طيب ناخد بقى مثال عملي المثال العملي اشهر مثال في الاوضح مثال في الايتي ام ما كانت الايتي ام دي انت بتروح تسحل منها فلوس ده لو معك فلوس يعني ما انتشكحيان اا ما كانت الايتي ام دي حضرتك اول ما بتروح هي ايدل صح هي صايلة انت واقفة كده ما بتعملش اي حاجة عين فالاستيت بتاعتها دلوقتي هنقول مسلا ان الايدل استيت دي هنسميها مثلا يعني ما فيش كارتة لسه تحط فيها تمام طيب هل المكان انت اول ما بتروح كده بتقول لها هاتيلي فلوس فبتقول لك شو بيك لوبك اتفضل اكيد لا بتقول لك الاول اتفضل دخل الكارت فحضرتك دخلت الكارت ودخلت اليوزر اه دخلت الباسورد بتاعتك هي اتأكدت امورك تمام فالحالة بتاعت الايتي ام ماشين اتغيرت من لمسلا كارد او كارد فيريفايد مثلا بعدها في الحالة هيكون ايه هيكون ان انا مستنيها حضرتك بقى تقول لي انت عايز ايه طلباتك اتفضل يا استاذ قل لي طلبات حضرتك ايه فهتقول لها والله انا عايز مسلا اه المبلغ بتاعي مسلا او انا هستعلم عن الرصيد او هسحب مبلغ معين ولكن هتقول لها انا عايز ستلاف اه زلوتي بولاندي تمام فانت دلوقتي دخلت المبلغ فالحالة بتاعتها تغيرت من مثلا ايه مثلا بعد كده هي بتاعها بعد كده ان هي بتبدأ تعد الفلوس وتقول لك اتفضل او تقول لك لا يا باشا والله انت كحيان ما هلتكش الفلوس دي تمام طيب هنفترض ان ايه طلعت لك الفلوس بعد كده بتعمل ايه بتاعتها بتتغير لكاش مثلا الفلوس اتسحبت بعد كده بتروح مخرجها لك الكارت فالاستيت بتاعتها بقت ترجع تاني او بتاعتها وهكذا مثل تاني لو حضرتك بتشتري حاجة مثلا اول ما بتاكد يعني اخترت الحاجات الايتمز اللي انت هتشتريها بتاعتك اكدت الطلب الطلب دلوقتي بقت حالته ايه مؤكد صح طيب بناء انا عليه ايه اللي بيحصل اللي بيحصل البيهيفيار هنا لما الطلب يكون مؤكد ان بيروح مثلا للبيع بيجي لك ايميل بالاوردر ويروح للبيع اللي انت اشتريت منه علشان يبدأ يجهز الطلب طيب لما يبدأ يجهز الطلب بيغير حادة الطلب لايه مثلا او فيجي لك انت اشعار مثلا او بتقضيت الليستيت على اللي انت اشتريت منه ان الطلب بتاعك جاري جاري الاعداد مثلا بعد كده البيع ده والتاجر ده بيشحن الاوردر او بيبعت الاوردر لشركة الشحن وشركة الشحن اللي بتطلقه لك فدلوقتي الاستيت بتاعته بقى تشبت صح لما انت بتستلمه الاستيت بتاعته بقى صح ففي كل حالة من دول بتاع الاوردر بيختلف في حالات معينة مثلا ينفع تكنسل فيها الاوردر طيب اول ما بدأ يتجهز او بقى او بقى في ما ينفعش ان انت تكنسلوا صح ولا ينفع تعمل له مرتجع لما يكون ينفع بس ترجعه وهكده فهي دي بالزبط لستيت فترة واضحة ان شاء الله تكون واضحة لان هي سهلة جدا ولو مش واضحة يعني اللي هيقول مش واضحة هيزعل بصراحة يعني يلا بقى نطبقها بشكل عملي ونشوف الدنيا هتمشي فيها ازاي المثال بتاعنا هيكون عن اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية في المقدمة اه فانا عدلت في عدلت في اللي احنا شغالين عليه بقى لنا شوية ضغط فيه جديد اسمه تمام وفي ده خدنا كده شوية من وغيرنا شوية مسميات فهنلاقي خدنا ده او دي كانت تمثل هناك بس بسطناها شوية عندنا حطينا فيها كمان وهنروح لها دلوقتي وحطينا آآ لست اوف اوردر لاين ليال لينزا بروبرتي الوردر لاين دي تمثل الانفويس لاين في السيلز سيستم هتلاقي فيها البرودكت اي دي الكونتي تي اليونت بايس البرودكت ده اللي هو كان اسمه ايتم في السيلز سيستم عشان لو انت متابع معي من اول السلسلة هتبقى فاهم انا بتكلم فيه تمام طيب الوردر استيت انام دي دي فيها كل اللي الوردر ممكن يوصل لها او يتحط فيها يعني نسخة اولية يعني لسه اليوزر بيعبي الوردر بتاعه يعني خلص وعمل ودفع اللي هو لغى الطلب بتاعه يعني الطلب وصل للتاجر والتاجر بدأ يشتغل عليه بدأ يجهز الحاجة ويعبيها التاجر خلص وشحن الوردر يعني اليوزر استلم الوردر بتاعه ريترند اليوزر رجع الوردر وعندنا البرودكت اللي هو الايتم هتلاقى فيه اي دي نيم يونت برايس وكلص اللي هي برودكت داتا ريدر اللي زي ما اتفقنا قبل كده اللي هي المفترض ان هي بتقرأ الايتمز او البرودكت من الداتا بيز فبترجع لنا الضمي ايتمز اللي احنا بنجرب بيها والبروغرام سي اس في الانفينيت لوب صديقتنا الجميلة الغالية دي اول حاجة جواها بنطبع وبعد كده بعمل تمام وبنلج كده في الاول بتاعته ايه عشان نشوف آآ وبندخل في بطلب منه يعبيلي يدخل هنا تمام آآ ولو دخل معناها ان انا بطلع من ديت بيدخل الايتم اي دي او البرودكت اي دي ويدخل اللي الكوانتيتي وبعد كده بضيف لين في البرودكت لينز تمام لحاجة بفضل بقى في الانفينيت لوب دي لحد ما يدخل لبرودكت اي دي زيرو فبخرج منها وبدخل في انفينيت لوب تانية اللي هنتست بيها الاستيتس بتاعتنا فبكتبلو انا هنا كل الاستيتس او كل الاكشنز اللي قدر ياخدها على الاردر دلوقتي واحد اتنين بروسس كانسل او يدخل زيرو عشان يخرج من الانفينيت لوب تمام وبقى اخد الاكشن ده بحوله الانت وبعد كده بعمل اف استيتمنت عليه او اه سويتش ايان كان بتشك لو لو الاكشن لو هو دخل واحد بنادي الاردر دوت ست ستيت وببعت لها لو هو بأكد الطلب لو اتنين بخليه اندر بروسسينج تلاتة كانسلد وهكذا تمام طيب وبعد كده بنلوج هنا بنقول له اردر ستيت تشينج تو كده الاستيت اللي انت اخترتها وبكاتش انا في الاكسيبشن بقى لو لو الاكسيبشن دي رجعت لي اكسيبشن بقى لوج هنا الاكسيبشن ماسيج اللي رجعي لي طيب تعالوا نشوف بقى الاستيت ستيت دي هترجع لنا اكسيبشن امتى تعالوا نروح لها كده خلونا نقفل دي طبعا يعني كده منطقيا انت ما ينفعش ان الاوردر يتنقل من اي استيت لاي استيت الدنيا مش سايبة صح في بيزنس رولز في قواعد في في استيت في يعني في لوجيك المفترض ينقلني من استيت لستيت معينة في رولز صح فانا لو درافت المفترض ان انا فقط مسموح لي ان انا اكد الطلب لو انا كونفرمد لو الطلب كونفرمد مسموح لي فقط ان انا اما الغي الطلب او ان انا احوله لو اه وصل ليه التاجر صح يعني اما الراجل اللي قدم الطلب يدخل يعمل له او التاجر وصل للطلب فيدخل يحوله طيب لو الطلب حالته حاليا فمسموح فقط انك تحوله يعني لو انت باعت اي لو اي حاجة تانية غير وهو حاليا فالاندر بروسيسنج هيثروه انفاليد اوبريشن اكسبشن يقول لك موفنج فروم ستيت كزا تو ستيت اللي انت مختارها وهكزا لو الكارنت ستيت شبد والنيو ستيت اللي انت عايز تروح لها مش هيرمي لك ليه لان طالما طلب تشحن فخلاص هو ما ينفعش اي حاجة ان هو يتسلم نفعش حاجة تانية بعد ما يتسلم ان هو ما ينفعش اي حاجة تانية تحصل على غير ان انت ترجعه وهكزا فهنا دي شوية بسيطة جدا بتحكم بتاعت الاوبجيكت او بتاعت الاوردر ده هتتحرك ازاي تمام شايفين حاسين ان هي بسيطة وسهلة واضحة ولا معقدة سيكة انا هقول ان هي معقدة سيكة طيب اضيف لك شوية تعقيد بقى احنا هنا ما بنعملش اي حاجة غير ان احنا بس بنتشيك الترانزيشن لوجيك من استيت لستيت يعني بنتأكد هل الاستيت الحالية فالد انه يتنقل منها للنيوستيت ولا لا ما عملاش هنا تشيك على اليوزر رولز ولا هل اليوزر ده مين اصلا يعني هل هو اليوزر ده اللي بيغار الاستيت دلوقتي هل هو الراجل اللي قدم الطلب ولا ده الراجل بتاع الدعم الفني مثلا هل هو صاحب الطلب ولا لا هل الطلب اصلا مدفوع ولا مش مدفوع عشان انقله من الاستيت دي للاستيت دي فالبيزنس رولز اللي ممكن تدخل في الحتة دي كبيرة كتيرة جدا فالف كونديشن دي حرفيا ممكن تقلب معايا يعني مجلد مجلد علشان بس احكم تمام فخلوا لكم دي كده مش انا دي بعمل لكم المثال ده علشان اقول لك ده اول او ابسط طريقة هتيجي في تباغك لما تقول انا عايزة تنقل من استيت الاستيت فعادة هو هتروح تعمل ايف كونديشن زي كده انا بقول لك ان ده الحل اللي مش المفروض تروح له في الحالة دي في حالة اللوجيك او الاستيت ترانزيشن لوجيك بين الاستيتس وبعضها معقد والاستيتس نفسها كتير اصلا فما تعملش كده دونت دو ذات طيب نعمل ايه بقى هنيمبليمنت بقى مع بعض الاستيت باترن ونشوف هتحللنا المشكلة دي ازاي بس قبل من ايمبليمنت هوريكم الاوتبوت زي ما تعودنا نعمل ران ماشي ادخل الايتم واحد الخمسة مش عايزين حاجة تانية زيره طيب هقول له الاكشن ايه مسلا قال لي ايه طيب خليها واحد قال لي طيب كده اقول له ينفع اه ينفع ليه لان انا من لازم ما ينفعش اروح غير اللي هي اندر بروسسينج او كانسل طيب انا دلوقتي اندر بروسسينج ينفع كانسل لا ما ينفعش اكانسل اما ينفع عامل ايه ينفع روح عامل شبنج صح اربعة شبنج وهكذا فالدنيا شغالة معنا كويس يعني حققنا المطلوب ولكن الدنيا هنا الكود نفسه معقد وقد يزداد تعقيدا مع زيادة البيزنس رولز تعالوا بقى ونشوف هنمشي فيها ازاي اول خطوة بنعملها علشان نعمل للاستيت باترن ان احنا بنضيف انترفيس للستيتز تمام انترفيس احنا اضفناها اسمها اي اوردر ستيت طيب ايه اللي بتكون في الانترفيس دي زي ما احنا شايفين كده اللي في الانترفيس بتكون هي نفسها البيهيفير اللي هتغير بتاعت الابجيكت يعني لو الابجيكت بتاع اللي هو الوردر في اي مفروض تغير من حالة الحالة تتحط في الانترفيس هنا تمام فاحنا عملنا مفروض اسمها كل واحدة منهم هتعمل اللوجيك الخاص بيها وتغير من الحالة الحالية للحالة الجديدة تمام طيب التاني خطوة طبعا بنعمل كل ستيت من دول بنعمل لها يعني هتلاقي هنا اردر كانسل دستيت اردر كونفيرم دستيت اردر اردر درافت اردر بروسسد وهكذا هتلاقوا كل ستيت هتلاقوا لها بتاعتنا تمام طيب الخطوة اللي بعد كده نفس البيهيفير ميسودز ركز معي نفس البيهيفير ميسودز هتكون موجودة جوه يعني برضو بقى جوه ميسودز اللي جوه ميسودز ما بتعملش اي حاجة غير ان هي بالدليجات لمين للاستيت للميسود للبيهيفير ميسود اللي في الاستيت يعني اردر دوت كونفيرم بتنادي استيت دوت كونفيرم اردر دوت كانسل تنادي استيت دوت كانسل وهكذا تمام طيب وخلينا طبعا بدل ما كانت انا بقى خليناها نوعها انترفيس وخلونا كمان نخليها هنا عشان هنحتاج نغيرها من كلاس نفسها وجينا في عملنا طبيعي لازم يكون ليه يا جماعة يعني لازم طالما في يبقى في كده فالاستيت بتاعت بتاعنا هو ان هو اول ما بعمل ده بيكون لسه لسه نسخة اولية او مسودة لسه بعبي فيه يعني تمام وببعت له في الكونستركتور ماشي اللي هو بتاعي بالمناسبة يا شباب في الحالة بتاعتنا دي عشان بس التنظير لما لما تقروا كلام نظري ده اسمه كونتكست تمام ده بتاع الاوبجيكت اللي بيكون ليه حالات وعلى حسب الحالة بتاع بيتغير اسمه كونتكست فانا ببعت للاستيت ببعت لها اللي هو ده طريقة من ضمن الطرق يعني فيه علشان اتنقل من استيت لستيت الطريقة الاولانية ان انا ابعت للاستيت واخلي هي المسؤولة عن اخلي هي هي اللي تحول حالة من الحالة الحالية للحالة الجديدة وفيه طريقة تانية ان انا ما اعملش كده وااجي بعد ما نادي اقول له مثلا وتحت هنا اقول له الاستيت اكول نيو اردر كونفيرمد ستيت. طبعا? في الحالة دي مش هحتاج بقى ان انا ابعت له او ولكن انا بفضل الطريقة الاولى ان انا ابعت للاستيت علشان تكون هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن او بتاعتها وتكون مسؤولة كمان عن ما يبقاش الموضوع متقسم بينها وبين ده يعمل حتة وده يعمل حتة لأ الاستيت تكون يعني ايه اه بتاعها جواها تمام? وبالتالي الكود بتاعنا جوة اصلا جوة كمان بيكون زي ما انتم شايفين كده كل مثل يا بتنادي مثل وخلاص تمام? طيب. تعالوا بقى نروح احنا عملنا بس لسه ما عملناش اي حاجة. يعني خلونا الاول ناخدها من الاول. لو انا في فالمفترض ان انا فقط اقدر نروح لكونفيرم صح? يعني انا بس الميسود دي. هقول له الوردر دوت استيت اكوال نيو اردر كونفيرمد كونفيرمد علش الواحد علام زغليلة شويتين. الله المستحيل. تمام? بس. طبعا هنا هعمل اللوجيك بتاع يعني بس بوريكم الاستيت نفسها الاستيت باترن هتمشي ازاي? ولكن اللوجيك بتاعك كله هتعمله هنا. خلاص كده بقت الاستيت هي اللي عارفة المفروض تروح لانستيت بعد كده. فناسبت لها الترانزيشن لوجيك بالكامل. طيب. رحنا للكونفيرم صح? الكونفيرم قلنا ممكن يعمل فيها ايه? لو الوردر بقى كونفيرمد. ممكن يكنسله. اليوزر اللي طلب الوردر. ممكن يكنسل الوردر. وممكن التاجر او البياع يدخل يعمله بروسس صح? يبقى انا هايمبليمنت هنا. هنا هقول له الوردر دوت استيت اكوال نيو وهبعت له برضو الوردر. وهيجي في البروسس هنا هقول له الوردر دوت استيت اكوال نيو او بروسس وهبعت له الوردر وهكذا بقى هنمشي على كل الستيتس نشوف المفترض الستيت دي في الحالة دي المفروض يروح لانهي استيتس ايه الاستيتس في الترانزشن والباقي هسيبه بقى اما هضرب هقول له انت لأ مش مسموح لك ايا كان اللي انا هعمله معاه هعزبه شوية هطفي سجاير في سيدرو اللي انا عايز اعمله فيه هعمله تمام? طيب. كده عملنا اه لكل الوردر كانسلد خلاص الوردر كانسلد فما فيش اي حاجة هتلاقوا كله بيرمي اكسيبشن خلاص الوردر اتلغى الوردر كونفيرمد فهتلاقونا بعد الكونفيرم اما ان انا كانسل او ان انا اعمل بروسس الوردر ديليفرد يعني الوردر اتسلم فلما يتسلم ما اقدرش اعمل عليه اي حاجة غير ان انا اعمل ريتيرن بس ان انا رجعه فالباقي كله هتلاقي بيرمي اكسيبشن الدرافت خلصناها الوردر بروسسد لما يكون بروسسد ما اقدرش يعمل فيه اي حاجة غير انه هو يشحينه الوردر ريتيرند مافيش اي حاجة زيه زي الكنسل خلاص الوردر رجع اا او مقدرش يعمل عليه اي حاجة غير انه هو يرجعه فعملنا لالريتيرن فقط تمام نروح بقى على البروجرام دوت سي اس بدل بقسة دي هنقول له هننادي بتاعتنا يعني دي كده تمام بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده على حسب او حسب خده وبنادي الميثود بتاعتي اللي هتغير يلا نشغل كده احنا كده خلصنا خلاص نشغل بقى ونشوف لسه زي ما هو ولا لأ واحد مية خمسة صفر خلينا نقول له او خلينا نقول له بروسس فقال لي لا والله اللي هو المفروض بقى ما نقول له كده المفروض نقول له ما ينفعش تتنقل من دي لدي خلاص طيب هنا هقول له مسلا قال لي خلو ننزوم قوت شوية اه طيب هقول له طيب هقول له طب هقول له هيقول لي لا والله ما ينفعش تكانسل انت في ما ينفعش تكانسل لما اللي ينفع عمليها هعمل طيب هقول له وهكزا فالبهيفير بتاعنا زي ما هو ولكن تخلصنا من الكبيرة جدا اللي هنا خلاص وبقى عندي دلوقتي ان انا كل اللوجيك الخاص بيها هي فقط وما تشغلش بالها باي حاجة تانية وهي كمان المسؤولة عن فانا مدخلتش نفسي في تعقيدات في القصة دي الموضوع بقى فليكسابل جدا معايا الكود بقى مور كلين آآ وبقى مور آآ منتنابل يعني تمام اللي يعيب بس الوردر زي ما انتم شايفين بس ان اياه بتزود عدد الكلاس شوية ولكن آآ يعني انا دايما بقول الجملة دي لأي حد بيقول لي عدد الملفات كتير بقول له انت مش بتشيلهم على كتابة فكنت بروح يعني الكمبيلر هيتعامل عادي ان عدد الملفات يزيد بس الكود يكون آآ كلين وريدابل ومنتنابل وكل الحاجات اللي في الاخر دي تمام خلصنا آآ هي ديزاين باترن بسيطة بس انا عارف ان انا طولت شوية في الشرح فيا رب ما تكونوش زيئته مني ان شاء الله اشوفكم بقى في الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة